بالله الرحمن الرحيم هنتكلم النهاردة عن مادة المتقل الاجتماعي لإدارة الأزمات في دبلومة إدارة الأزمات الفرقة الأولى وأول محاطة نكلم فيها عن المشكلات الاجتماعية هنعرف إيه هي المشكلات الاجتماعية ووجهات النظر المختلفة اللي تناولت المشكلات الاجتماعية وهنفرق ما بين المشكلة الاجتماعية والمشكلة الشخصية تعالوا الأول نشوف المشكلات الاجتماعية هي إيه قبل ما نقول إيه هي المشكلات الاجتماعية أو نعرفها تعالوا نجي أمثلة عن المشكلات الاجتماعية نقدر نقول إن المشكلات الاجتماعية زي الهجرة غير الشرعية زي انحراف الأحداث، زي انتشار المخدرات، زي البطالة، زي النفاق، الرياء، الكذب كل دي مشكلات بسميها مشكلات اجتماعية من خلال الأمثال دي أقدر أعرف المشكلة الاجتماعية بإندها صعوبة تواجه أنماط الزلوك السوية نفاق، رياء، أنماط السلوك السوية، الصراحة والصدق فبدال في أنماط سلوك غير سوية تبقى دي مشكلة اجتماعية أو أقدر أقول أن المشكلة الاجتماعية هي انحرافات تصهر في سلوك الأفراد والجماعات أو هي انحراف عن المعايير المتفق عليها في ثقافة بين الثقافات أو مجتمع من المجتمعات يعني مثلا إحنا بنتفق أن الهجرة غير الشرعية دي مش من ثقافتنا أو دي مش من مجتمع مش ثقافة مجتمعنا أو أن النفاق والرياء والرشوة دي مش من ثقافتنا أو دي مش من عادتنا وتقاليدنا أو دي مش من أعراف والسلوك المتفقين عليها سواء جماعيا واجتماعيا فيبقى أقدر أقول أن المشكلة الاجتماعية هي انحراف عن المعايير المتفق عليها في ثقافة من الثقافات أو مجتمع من المجتمعات أو هي خروج فرض عن المتعرف عليه من العداد والتقاليد والأعراف والسلوك جماعيا واجتماعيا أو ممكن أقول أن المشكلة الاجتماعية هي حالة أو موقف غير مرغوب فيه باتفاق غالبية لها وزنها من الناس في مجتمع من المجتمعات لو مجتمع أو غالبية من المجتمع غالبية من الناس في المجتمع اتفقوا على أن البطالة أصبحت مشكلة كبيرة أصبحت مشكلة تؤرق المجتمع أو غالبية المجتمع فجي هنسميها مشكلة اجتماعية أو ممكن نقول أن المشكلة الاجتماعية أنها حالة بتنظر إليها الجماعة على أنها انحراف وخروج عن الحدود الاجتماعية المرسومة أنا الحدود الاجتماعية بتاعتي أو المعايير الاجتماعية بتمنعني عن تعاطي المخدرات عن الجريمة فدي أي انحراف أو خروج عن الحدود الاجتماعية المرسومة بدي بعتبرها مشكلة اجتماعية طب تعالوا بقى نشوف في وجهتين نظر للمشكلة الاجتماعية الفكر الرأس مالي والفكر الاشتراكي الفكر الرأس مالي بيقول أن المشكلة الاجتماعية هي خلل اجتماعي بالفعل وبيقول آه هي خلل لكنه بيصيب وظيفة من وظائف المجتمع لكنه ما بيصيبش البناء ككل في المجتمع وعشان كده بيقول أن احنا لو وجهنا مشكلات المجتمع عشان نعيد التوازن الاجتماعي فيه ده هيجي عن طريق أن احنا نحط عدد بين التشريعات اللي بيها هنعدل بعض وظائف التنظيم الاجتماعي لكن المهم أن يكون هذا التعديل تدريجيا ومش طفرة واحدة دي وجهة نظر الرأس مالي طب وجهة نظر الفكر الاشتراكي بقى عكس كده بيقول أن التغيرات اللي بتحصل في المجتمع بتخلي بقى البناء كله غير صالح من أساسه مش وظيفة بقى من وظائف المجتمع لا دي بتجعل البناء الاجتماعي كله غير صالح من أساسه مهما نحاولنا أن احنا نعدله أو نجدده أو نرممه وعشان كده بيقول أن احنا لازم نغير البناء كله جزريا بس يتم ده عن طريق الصورة مش عن طريق التدرج زي ما كان بيقول الفكر الرأس مالي كأن بقى أن احنا بنقول أن الفرق بين الفكر الرأس مالي والفكر الاشتراكي يكمن في إيه؟ حاجتين أول حاجة أن الفكر الرأس مالي بيقول نعمل التغييرات دي تدريجيا لكن الفكر الاشتراكي بيقول أن احنا نعملها طفرة صورة وفرق تاني بيقول أن الفكر الرأس مالي بيقوم على الإصلاح والترميم لكن الفكر الاشتراكي بيقوم على الهدم الكل ثم الإقامة والبناء يعني خلاصة القول بقى بنقول أن المشكلة الاجتماعية بتعتبر انحرافاً عن المستويات الاجتماعية المتفق عليها وطبعاً المستويات الاجتماعية دي بتختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان احنا قلنا في مستويات اجتماعية محددة في معايير اجتماعية لو حصل انحراف فيها هنقول أن احنا بنواجه مشكلة اجتماعية طيب هل المستويات الاجتماعية دي اللي احنا بنحطها في مجتمع من المجتمعات ثبتة طول الوقت وثبتة حتى باختلاف الاماكن لا طبعاً بتختلف من زمان لزمان ومن مكان الى مكان الخلاصة التانية بنقول ان المشكلة الاجتماعية هي التي يراها الناس كذلك يعني هي دي النوع من السلوك اللي بيتجمع غالبية الافراد على انه مشكلة مش احنا قلنا ان المشكلة الاجتماعية هي اللي بيراها غالبية لها وزنها من الناس وبيقولوا ان احنا بنتعرض لمشكلة عشان كده بسميها مشكلة اجتماعية فبرضو بنقول ان المشكلة الاجتماعية هي اللي بيراها الناس كذلك او هي اللي بيتجمع غالبية الناس على انها مشكلة دالت حاجة المشكلة الاجتماعية تتميز من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر ومن ظرف إلى ظرف ومن قطاع مجتمعي إلى آخر يعني المشكلة الاجتماعية اللي تميز مكان معين بتختلف من مكان لمكان أو المشكلة الاجتماعية اللي كانت بتميزني في زمن معين ممكن تختلف في زمن تاني بالشرط إن أنا بعيني النهاردة من مشكلة معينة وهي اللي أنا بتميز بها هذه المشكلة إن أنا آجي السنة الجاية أبقى أعاني برضو منها أو هي اللي بتميزني نفس هذه المشكلة لا المشكلة الاجتماعية بتتغير أو بتتميز من مكان لآخر ومن زمان لآخر ومن ظرف إلى ظرف يعني النسبية بتلعب دور كبير في تحديد ملامحها آخر خلاصة عندنا بتقول إن المشكلة الاجتماعية تعكس المصالح والمواقف والاجتمامات الخاصة بطبيعة الحال يعني إيه؟ يعني كل فرد أو كل جماعة أو كل مجتمع بيقول إن دي الشيء ده مشكلة أو مش مشكلة من وجهة نظره هو الذاتية البحثة حسب مصلحته هو حسب مواقفه هو حسب اهتماماته هو يعني ده مش شرط إن فرد واحد يقول إن الموضوع ده مشكلة يبقى هو فعلا ده مشكلة اجتماعية لإنه كل فرد بيعبر عن الشيء من وجهة نظر ذاتية بحته لكن ده مش معناه إن إحنا هنعدم الموضوعية هنا الخير خير والشر شر والحلال بيين والحرام بيين مهما كان بينهم من أمور مشتبهات طيب، في وجهات نظر مختلفة في تحديد مفهوم المشكلة تتمثل وجهات النظر المختلفة في سلاس اتجاهات الفريق الأول بيحدد مفهوم المشكلة الاجتماعية من خلال معيارين أول معيار اللي هو المعيار الزاتي الثاني معيار اللي هو المعيار الموضوعي المعيار الزاتي من اسمه ده زاتي يعني بيتضمن قياس الفرد للمشكلة وإدراكه لها يعني الفرد هو اللي بيحس وبيشعر إن فيه مشكلة لكن هل معنى إن الفرد بيحس أو بيشعر إن فيه مشكلة يبقى دي مشكلة اجتماعية؟ لا طبعاً لإن ده معيار ذاتي ما هواش معيار موضوعي يعني مش شرط إن عشان الفرد بيعاني من مشكلة معينة يبقى المشكلة دي بيعاني منها غالبية المجتمع طيب المعيار الموضوعي ده بيجيس المشكلة إزاي؟ عن طريق كيفية وقوع ضرر الإجتماعي الناتج عن وجود المشكلة طيب إحنا بنقول دلوقتي المعيار الزاتي بيقول إحساس وشعور الفرد بالمشكلة أنا حاسس إن فيه مشكلة أين كان هذه المشكلة؟ طيب مشكلة الهجرة أنا حاسس إن فيه مشكلة الهجرة لكن هل ده معنى ذلك إن دي بقت مشكلة اجتماعية؟ مش عارف يجي بقى المعيار الموضوعي بيقولي طب الضرر الإجتماعي الناتج عن وجود الهجرة دي بيتم اختبارها بوسط ملاحظين لو قالوا لي فعلا إن الهجرة أصبحت مشكلة وتضرر منها عدد كبير من الأفراد وعملوا اختبارات بوسط ملاحظين وتأكدوا فعلا إن الهجرة بتمثل نسبة كبيرة فيبقى دي ساعتها قدر أقول إن دي بقت مشكلة اجتماعية طيب ده الفريق الأولاني وتحديده لمفهوم المشكلة الاجتماعية الفريق الثاني بيحدد المشكلة الاجتماعية من خلال مستوياتها أو درجاتها المختلفة فبيقول إن المشكلة الاجتماعية لها ثلاث مستويات أو ثلاث درجات مختلفة مشاكل من الدرجة الأولى ودي المشاكل دي بتأثر بصورة قوية في الظروف الاجتماعية المحيطة بها أو هي اللي بقى ليها نتائج متعددة ومؤثرة في المجتمع زي مشاكل الحرب ومشاكل التمييز العنصري مشاكل الحرب طبعا بتأثر بصورة قوية على الظروف الاجتماعية المحيطة بها وليها نتائج كبيرة في المجتمع سواء اقتصادية وغيرها أشاكل من الدرجة التانية دي بتتمثل في الظروف والنتائج الضرة التي تنتج بصفة أساسية عن المشاكل الاجتماعية المؤثرة وفي نفس الوقت بيتولد عنها مشاكل إضافية أخرى زي سوء التغذية الناتج عن الفقر تعالوا نشوف كده هو بيقول هنا الظروف والنتائج الضرة اللي بتنتج بصفة أساسية عن المشاكل الاجتماعية المؤثرة طب هي المشاكل الاجتماعية المؤثرة زي إيه؟ زي مثلا مشاكل الحرب طب مشاكل الحرب هينتج عنها فقر يبقى هي الفقر دي ده ظروف ونتائج ضرة بتنتج عن مشاكل الحرب طيب ولدتلي الفقر ده ولدلي مشكلة إضافية تاني اللي هو سوء التغذية يبقى المشاكل اللي من الدرجة التانية هي الظروف والنتائج الضرة اللي بتنتج عن المشاكل الاجتماعية المؤثرة وفي نفس الوقت بتولدلي مشاكل إضافية أخرى زي الفقر مشاكل من الدرجة التالتة وهي دي الظروف الضرة اللي بتعد نتاج للمشاكل الاجتماعية الأساسية من الدرجة الأولى هي المشاكل الاجتماعية من الدرجة الأولى قلنا زي إيه؟ زي التمنيز العنصري قالك لو البطالة نتجت عن التمنيز العنصري تبقى البطالة دي مشاكل من الدرجة التالتة يبقى الفريق التاني يتحدد المشكلة الاجتماعية من خلال ثلاث مستويات الفريق الثالث بيحدد بفهوم المشكلة الاجتماعية في دوق ثلاث شروط أول شرط بيقول أن المشكلة الاجتماعية لازم يكون لها جزور اجتماعية يعني بتنبع من خلل بيصيب البناء الاجتماعي للمجتمع نتيجة للظروف والتغيرات اللي بتطرق عليه زي ما قلنا المشكلة الاجتماعية هي بتصيب البناء الاجتماعي للمجتمع أو هي خروج عن الحدود الاجتماعية المرسومة أو هي تدمير للنظام الاجتماعي القائم فيبقى هي خلل بيصيب البناء الاجتماعي للمجتمع عشان نقدر نقول عليها أنها مشكلة اجتماعية لازم يبقى ليها جزور اجتماعية أساسها اجتماعي الشرط الثاني مدى تأثير وأهمية المشكلة الاجتماعية لازم المشكلة الاجتماعية يتأثر بيها عدد كبير من أفراد المجتمع وطلق أهمية عند المسئولين في المجتمع الشرط الثالث اللي هي أن المشكلة الاجتماعية يبقى ليها حلول اجتماعية طالما أن المشكلة حدثت بفعل اجتماعي يبقى الدولة هتستطيع مواجهتها زي إيه؟ زي انتشار المخدرات القاء القنابل الزرية الفكر الضال طب لو كانت المشاكل تحدث بدون فعل اجتماعي الحالة دي ممكن لا يوجد لها حل يبقى دي ثلاث فرق أو ثلاث اتجاهات ديتلي مفهوم المشكلة الاجتماعية تعالوا نتكلم دلوقتي عن أنواع المشكلات الاجتماعية أول حاجة قسموا المشكلات الاجتماعية إلى مشكلات أساسية والمشكلات دي بتتعلق بعدم كفاية الخدمات المتوفرة في المجتمع لإجباع حاجات الأفراد زي نقص المدارس أو نقص المراجز الصحية النوع الثاني مشكلات تنظيمية ودي بتتعلق بسوء توزيع الخدمات وليس نقصها يعني إن احنا مثلا بنركز أغلب الخدمات والمرافق في مناطق دون غيرها وبالتالي بيحدث صراع ما بين هذه المناطق منطقة بتتركز فيها الخدمات والمرافق أو بتتمتع بما لا تتمتع به مناطق أخرى دي بسميها مشكلات تنظيمية تتعلق بسوء توزيع الخدمات الخدمات موجودة ومش نقصة لكنها بيبقى فيها سوء توزيع النوع الثالث من المشاكل اللي هي المشكلات المرضية دي بتتولد عندما يهمش دور المانع سواء كان المانع ديني أو اجتماعي أو ايدولوجي يعني مثلا احنا بنقول إن السرق حرام يبقى في الحالة دي مانع ديني لو همشنا المانع الديني يبقى خلاص هنحلل السرق فلما نهمش المانع أيا كان نوع المانع بتستمر العمليات المرضية والمشكلات زي السرق والتسول والتشرط النوع الرابع من المشكلات هي مشكلات مجتمعية من أمثلتها سوء العلاقات بين الجماعات المختلفة في المجتمع وعدم اهتمام المواطنين بمشكلتهم وطرك أمر هذه المشكلات بالظروف يبقى فيه باحسين حددوا أربع أنواع من المشكلات اللي هي مشكلات أساسية مشكلات تنظيمية مشكلات مرضية مشكلات مجتمعية فيه مجموعة تانية من الباحسين حددوا أنواع المشكلات الاجتماعية كما يلي أول حاجة مشكلات تتضمن اهتماما متزايدا زي مشكلة البطالة نمرة اثنين مشكلات تتضمن مجال اهتمام واسع المدى ينبسط من خلال وسائل الاتصالات زي انحراف الأحداث يعني مشكلات وسائل الاتصال هي اللي بتديها اهتمام واسع المدى وسائل الاتصال هي اللي بتنشرها من زي انحراف الأحداث هي مش هي اللي بتساعد على نشر المشكلة لأ هي اللي بتساعد على المعرفة بالمشكلة وبالتالي احنا بنهتم بهذه المشكلات من خلال وسائل الاتصالات تالت نوع مشكلات تتضمن اهتمام جماعات اقتصادية خاصة او مشكلات تتضمن اهتمام جماعات صغيرة ذات اهداف انسانية في مجموعة تانية من الباحثين صنفوا المشكلات الاجتماعية الى صنفين اول حاجة يسمى التفكك الاجتماعي والصنف التاني يسمى السلوك المنحرف التفكك الاجتماعي قلنا خلل في النظام الاجتماعي او ما للسلوك المنحرف هو ايه؟ هو انحراف السلوك عن المعايير اللي قضعها قاق واعد لتنظيم سلوك الافراد يعني انحراف السلوك عن المعايير الاجتماعية الموضوعة برضو زي ما قولي يعني من خلال التأسيمة الاخيرة دي اللي هو صنف قسموها الى تفكك اجتماعي وسلوك منحرف يعني من وجهة نظرهم ان المشكلة الاجتماعية لها جانبين جوانب فردية وجوانب مجتمعية الجوانب الفردية زي السلوك غير الزوز والتصرف والتلكق في القيام بالادوار الاجتماعية وتنفيذها او الشخصية المنحرفة وما للتفكك الاجتماعي اللي هو خلل اجتماعي مركب يعبر عن المشكلة الاجتماعية في جوانبها المجتمعية والجماعية زي ردود فعل المجتمع من الكوارث الطبيعية او البطالة او الحرب او العنصرية هنتكلم بقى في المحاضرة دي عن اهم اوصاف المشكلات الاجتماعية اول حاجة زهور المشكلة الاجتماعية لا يقتصر على عامل واحد فقط وانما على مجموعة من العوامل التي قد لا نستطيع معرفة بعضها يعني المشكلة الاجتماعية ما بتصهرش نتيجة عامل واحد فقط لكن بتصهر نتيجة عدة عوامل هل العوامل دي المسببة للمشكلة الاجتماعية لازم بنعرفها كلها في اغلب الاوقات لا نستطيع معرفة معظمها عشان كده لما بنيجي نحل المشكلة بنركز على العوامل اللي احنا بنعتقد انها اكثر اهمية من غيرها لاننا مش عارفين كل هذه العوامل زي مثلا لما نيجي نقول الادمان ده ممكن يكون بسبب البيئة الاجتماعية او بسبب الاسرة او الاوضاع الصحية السيئة او الوضع الاقتصادي للمدمن كلها اسباب بتؤدي او عوامل بتؤدي الى ظهور المشكلة الاجتماعية لكن اي هذه العوامل هي السبب او هي اللي قدت الى ظهور هذه المشكلة في الفرض الفلاني فاحنا ما بنبقاش عارفين او في مجموعة من الافراد ما بنبقاش عارفين فبنركز على العوامل اللي بنعتقد ان هي اهمة من العوامل الاخرى نمرة 2 مش هنقدر نعرف جميع اسباب المشكلات الاجتماعية لان كثير من الاسباب هي نتائج في نفس الوقت فما بنقدرش نفرق نقول ان ده سبب ولا نتيجة عشان كده لما نيجي نحل المشكلة الاجتماعية يجب ان احنا نتوقخ الحظر والتروي عشان نقدر نفرق بين الاسباب الحقيقية للمشكلة والنتائج المترتبة عليها نمرة 3 مش من السهل السيطرة على المشكلة الاجتماعية سيطرة تامة ليه؟ لانها بتتشعب في مسالك كثيرة بعيدة عن الغاية المنشودة يعني مش زي تجربة عيمية معملية بنحطها في المعمل وبنسبت كل العوامل الا العامل اللي احنا بنبقى عايزين نعرف تأثيره لا المشكلة الاجتماعية عكس المشاكل الاخرى عكس نقطرش احطها في المعمل واقفل عليها المعمل وسبت كل العوامل او اقصر كل الحياة او اسيطر عليها سيطرة تامة لا لانها بتتشعب في مسالك كثيرة ليها جوانب كثيرة ليها ابعاد كثيرة بتؤثر على جوانب كثيرة عكس التجارب المعملية اللي اقتر اجريها في المعمل نمر أربعة حل المشكلة الاجتماعية لا يقتصر على المشكلات وحدها لكن بيمتد الى جوانب اخرى اثرت المشكلة عليها يعني لما اجي حل المشكلة مش هقطر حل المشكلة الوحدها لا ده انا هضطر احل مشكلات اخرى سببتها المشكلة خمسة العلاقة بين المشكلات الاجتماعية والتغيرات اللي بتطرق على المجتمع علاقة وصيقة ليه بقى؟ لان حل المشكلة الاجتماعية بيحتاج ان انا اعمل تغيرات جديدة التغيرات دي قد تسبب لي مشكلات جديدة المشكلات اللي هتسببها لي هذه التغيرات مش هتكون بدرجة واحدة على كل الافراد وممكن تأثر على افراد دون افراد اخرى زي مثلا ازمة السكن فازمة السكن دي مش هيعاني منها الا الافراد اللي هما ما عندهمش امكانية لتوفير مساكن جديدة او مساكن عموما لكن مش هيعاني منها واحد عنده عقار او عنده مسكن نمرة ستة المشكلات الاجتماعية متدخلة مع بعضها ولا تظهر بشكل مستقل سبعة المشكلات الاجتماعية تظهر او تزداد نتيجة للتغيرات الاجتماعية المرغوب فيها بشكل عام فمثلا اختراع السيارة ادى الى مشكلات كتيرة رغم ان اختراع السيارة ده تغير اجتماعي مرغوب فيه الا ان مؤدى الى حدوث مشكلات اجتماعية زي حوادث المرور والسرقة وصرعة انتقال المجرمين من مكان الحادث والتلوث البيئي وغيرها من المشكلات التي سببتها اختراع السيارة تمانية بعض المشكلات الاجتماعية تخلف اثار بيبقى ليها اثار الانسان لوحده ما بيقدرش يتغلب عليها او يتجنبها زي حوادث السيارات والابراض الوبائية فطبعا للفرد مش هيقدر يتغلب على هذه المشكلات بمفرده او يتجنبها بمفرده ودي كانت اهم اوصاف المشكلة الاجتماعية تعالوا بقى نفرق بين المشكلة الاجتماعية والمشكلة الشخصية بنعرف المشكلة الشخصية بانها اضطرابا في الظروف والامكانيات المتوفرة للشخص اما المشكلة الاجتماعية خلل في البناء العام للمجتمع سواء كان هذا البناء اجتماعيا او اقتصاديا وفي نفس الوقت برضو هنعتبر ان المشكلة الشخصية اسبابها وعلاجها بيرجع للفرد نفسه وبقته المباشرة لكن المشكلة الاجتماعية بتعتبر خارج نطاق الفرد وبقته المباشرة من حيث الاسباب والعلاج يعني مثلا بنقول ان لو فرد كان مش راغب في العمل مش قادر يشتغل ما عندوش الخبرة ما عندوش الكفاءة ما عندو اسباب الصحية بتعوقه عن العمل كل ده ما يخلناش نقول ان في بطالة في المجتمع لا لان دي اسباب شخصية بترجع الى الفرد نفسه لكن المشكلة الاجتماعية دي خلق في البناء العام للمجتمع يعني لابا يبقى فيه بطالة بنسبة كبيرة عدد من الافراد مش لقين شغل كلية وعندهم الرغبة وعندهم الكفاءة وعندهم القدرات وعندهم الامكانيات وعندهم مش اي اسباب تمنحهم من العمل ساعتها هنقول ان دي مشكلة اجتماعية وبرضو في نفس الوقت هنقول ان ازاي نعالج المشكلة الفردية الشخصية الفرد هو اللي هي ممكن يعالجها يزود امكانيات ويزود خبرته عشان يقدر يشتغل مثلا لكن المشكلة الاجتماعية هل الفرد هيقدر يحلها او البيئة بتاعت الفرد نقدر نستخدمها في علاج هزي المشكلة؟ لا من كلامنا اللي فات في المحاضرة دي والمحاضرة اللي فاتت هيتضح مدى تداخل المشكلات مع بعضها ومدى التداخل بين المشكلات والانحرافات ومدى التداخل بين المشكلات والظواهر الاجتماعية وتعالوا نشوف هذا التداخل بشيء أول حاجة تشابك المشكلات وتلاحمها أي مجتمع ممكن ننظر له على إنه مسير متشابك من المشكلات كل مجتمع ليه مشكلاته اللي بتنبع من مجموع ظروفه ويتميز بها عن غيره بس المشكلات اللي بتميز كل مجتمع دي بتتداخل وتترابط وتتلاحم لدرجة إن عشان نواجه واحدة منها لازم هنواجه كل أو بعض المشكلات الأخرى زي إيه؟ زي مشكلة الأمية لما نحب نواجه مشكلة الأمية أو نحل مشكلة الأمية هنجد نفسنا بنتعامل مع مشكلات أخرى غير مشكلة الأمية زي مشكلة الدخل المستوى الصحي مستوى الوعي وغير ذلك من الأمور اللي تجمعت وتدخلت وتلحمت فأفرزت المشكلة فلما نيجي نواجه المشكلة ما بنبقاش عارفين نتجه إلى الدخل أو نشوف المستوى الصحي أو المستوى الوعي اللي هو أدى إلى مشكلة الأمية يبقى احنا كده قدام مشكلات عديدة ليه؟ عشان فيه تشابك وتلاحم بين المشكلات بعضها وضعها في نفس الوقت برضو فيه كثير من المشكلات ناتج على المشكلات أخرى ويسبب بدور مشكلات زي الهجرة مثلا سواء كانت هجرة داخلية أو هجرة خارجية الهجرة دي مشكلات دي مشكلة بتسببها مشكلات أخرى إيه هي المشكلات اللي بتسبب مشكلة الهجرة؟ زي مثلا مشكلة قلة الدخل نقص الخدمات التخلف الاجتماعي والإداري جمود العادات والتقاليد قصوتها والضبط الاجتماعي في نفس الوقت الهجرة دي بتسبب مشكلات غيرها زي إيه؟ المجتمع الطارد اللي هو الناس بتهاجر منه ده بيتعاني من مشكلات زي التفكك الأسري والانحراف الأخلاقي وحرمان المجتمع من صفوة أبناء المهاجرين طب المجتمع بقى اللي هو الجاذب المجتمع إن الناس بتهاجر ليه ده برضو بيتعرض لمشكلات زي إيه؟ زي مشكلات الكسافة السكانية المرتفعة وتلوص البيئة وارتفاع معدل الجرائم برضو مثال التلاحم بين المشكلات الاجتماعية هنجد إن فيه تداخل بين المواضلات الاجتماعية السلاسة الكبرى اللي بتسود معظم الدول العربية زي الفقر والجهل والمرض طب لما نجد فيه صعوبة في أولويات معالجتها أو حتى عشان نخفف منها هنجد إن إحنا مش عارفين نبدأ بأي منهم هنجد إن الفقير احتمال اعتلاله كبير احتمال مرضه كبير وفي نفس الوقت المريض انتاجه هيقله وبالتالي دخله هيقله وبالتالي هيبقى فقير الفقير هيبقى ما عندوش رغبة في التعلم هيبقى جاهل وهكذا فهنجد إن المشكلات متلحمة ومتدخلة ومتشبكة مع بعضها تاني تداخل مبين المشكلات والانحرافات والتفككات احنا عرفنا تعريفات متعددة للمشكلات تعالوا نشوف يعني إيه تفكك ويعني إيه انحراف التفكك الاجتماعي هو عدم كفاءة النسق الاجتماعي أو النظام الاجتماعي أو فشلوا في تحديد مراكز الأفراد وأدوارهم الاجتماعية المتربطة بشكل يؤدي إلى بلغهم أهدفهم بصورة مرضية يعني ما بيقدرش نحط الفرد المناسب في المكان المناسب ومدام ما قدرناش نحدد الأدوار الاجتماعية كده بكفاءة ده بيؤدي إلى تجدير الصراعات في المجتمع الصراع ده بيفرس لنا تفكك اجتماعي التفكك الاجتماعي ده هيعاني منه المجتمع ككل بما فيه أفراده يبقى ده تعريف التفكك ومال الانحراف معنى إيه؟ قالك الانحراف ده ليه معنى إيه؟ معنى بسيط ومعنى مشكلة المعنى البسيط بيعني عدم الامتسال للمعايير الاجتماعية وطبقا لتوقعات الآخرين أنا ما ببتسلش للبعايير الاجتماعية المحطوطة أو ما بوفيش بتوقعات الآخرين ما ببقاش عند حصن ظن الآخرين بي فده بيعتبر انحراف في معناه البسيط طب نتيجة كده إيه؟ نتيجته عدم ردى المجتمع أو الجماعة عن المخالف وتعرضه لبعض العقوبات المعنوية الخفيفة طب الانحراف في معناه المشكلة المعنائية معناه مخالفة القانون والنظام والخروج عليه بس في الحالة دي المنحرفة يتعرض لعقوبات مادية ومعنوية طائلة فلو حاولنا بقى نشوف العلاقة بشكل دائري ما بين التفكك والانحراف والمشكلة هنجد أول حاجة لو فشل المجتمع بتحقيق الأمال وتحديد الأدوار الاجتماعية بكفاءة وفعالية هتظهر الإحباطات وتفجر الصراعات على سطحه الاجتماعي لو تواجدت الإحباطات وتفجرت الصراعات أفرزت بالضرورة تفكك اجتماعي لو انتشر التفكك الاجتماعي بين قطاعات مجتمعية كبيرة شكل مشكلة اجتماعية لو أثرت المشكلة الاجتماعية بالسلب في الأفراد والجماعات أصبحت سلوكا انحرافيا وبدل سلوك منحرف يبقى لازم دايب يتطلب منا ان احنا نوجهه عشان نعالج هذا الانحراف آخر تداخل عندنا اللي هو التداخل بين المشكلات والظواهر الاجتماعية في بعض الأمور والمسائل والقضايا الاجتماعية بنعتبرها مشكلات وفي نفس الوقت بنعتبرها ظواهر فمثلا الهجرة من هذا النوع المزدوج ممكن نعتبرها ظاهرة اجتماعية عشان بتنطبق عليها سمات الظاهرة الاجتماعية وفي نفس الوقت برضو بنعتبرها مشكلة لأنها بتؤرق كثير من المجتمعات بكافة قطاعاتها وبالتالي لازم نحن نواجهها تعالوا نشوف بالنسبة للهجرة هي ليه ظاهرة وهي ليه بنعتبرها في نفس الوقت ومشكلة أول حاجة الظاهرة الاجتماعية هي ليها صفات معينة اللي هي الإنسانية والعمومية والاجبارية والخارجية الهجرة بتنطبق عليها هذه الصفات الأربعة بتنطبق عليها صفة الإنسانية ليه بقى إنسانية؟ عشان البشر مرسوها وما زالوا بي مرسوها وهي ظلوا يمرسوها في كل زمان ومكان يبقى هي إنسانية أول صفة من صفات الظاهرة الاجتماعية الصفة التانية العمومية يعني هي عامة ما هو ممكن أي حد يهاجر ما بتقتصرش الهجرة على قطاع معين أو جنس معين أو لون معين لا ده كل البشر ممكن يهاجروا أيا كان جنسهم أو لونهم أو القطاع اللي بينتموا إليه وفي نفس الوقت برضو هي إجبارية ثالث صفة من صفات الظاهرة الاجتماعية لأن لها صفة الإجبار والإلزام والقهر لأن الفرد سعاد بيضطر إنه يهاجر لنتيجة العديد من الضغوط أو عامل الطرد وعامل الجزء في المجتمعات وفي نفس الوقت برضو بينطبق عليها الصفة الرابعة من صفات الظاهرة الاجتماعية اللي هي الخارجية يعني سبتة لا تتغير فيه فلسفتها وجوهرها بتغير الأفراد يبقى كده بنعتبر إن الهجرة هي ظاهرة اجتماعية طب في نفس الوقت بنعتبرها مشكلة اجتماعية ليه؟ يعني المشكلة الاجتماعية قلنا هي صعوبات تظهر في مجتمع ويجمع الناس على إنها كذلك فيبحثون لها عن حل والهجرة برضو يمكن أن يكون لها نفس السمات ففيه إجماع على اعتبار إن الهجرة سواء كانت ريفية أو حضرية أو هجرة العقول من الأمور الضاربة في الصعوبة واللي بتسع كل المجتمعات إلى التغلب عليها من ناحية ثانية إلى التغلب عليها ومن ناحية تانية قلنا المشكلة هي خروج عن المعتاد اجتماعيا خروج عن المعتاد فلو كان الأساس أو المعتاد هو الاستقرار فإن عدم الاستقرار اللي هو الهجرة يكون بالتالي مشكلة نيجي نتكلم بقى في نقطة تانية وهي أسباب المشكلات الاجتماعية المشكلات الاجتماعية لها عدة أسباب هنتكلم عليها اللي هي أول سبب من أسباب المشكلات الاجتماعية اللي هي العوامل الوراثية زي هي الانحرفات النتجة عن أسباب بيولوجية أو عضوية أو وراسية مثل الأمراض العقلية أو العصبية أو الميول الإجرامية أو الانحرفات الشخصية زي النفعية أو السعي وراء المصالح الشخصية سواء من قبل أفراد أو من قبل جماعات كل ده بعتبره من أسباب المشكلات الاجتماعية العوامل التانية المسببة للمشكلات الاجتماعية هي عوامل بيئية أكيد البيئة بتطرق بصمات على الأفراد والجماعات فمثلاً المناف الحار يورس عساسية الأعصاب وصورتها بسهولة بيئة المجرمين بتخرج لي مزيد منهم الأسرة المفككة بتفرز أحداثاً منحرفين وهكذا برضو من أسباب المشكلات الاجتماعية الظروف الاقتصادية فالظروف الاقتصادية اللي بتسبب المشكلات الاجتماعية كتير لكن يمكن إن احنا نمثلها في أمرين أول حاجة الفقر ثاني حاجة عدالة التوزيع أول حاجة الفقر الفقر بيورس الكفر ومن تنطبق عليه سفة الفقر بيكفر بكل شيء القيم والمجتمع والناس أو حتى بيكفر بنفسه وقد لا يجد أمامه طريق إلا الانحراف أما بالنسبة لعدالة التوزيع عدالة التوزيع معناها هي المساواة العدلة في كل شيء وإن جاءت عدالة توزيع الصروة في مقدمتها فمثلاً لو عندنا مجتمعين مجتمع رأس مالي ومجتمع اشتراكي تعالوا بقى نشوف المجتمع الرأس مالي هيحصل فيه إيه والمجتمع الاشتراكي هيحصل فيه إيه؟ المجتمع الرأس مالي هيبقى عندنا طبقتين واحدة ضاغية متحكمة في كل شيء والأخرى طبقة دنيا كادحة مستكينة خاضعة بالتالي الفرق بين الطبقتين دول بيورس الحقد الاجتماعي للطبقة التانية والحذر واللاأمان والخوف للطبقة الأولى وبيفتح الباب على مسرعيه للصراع الاجتماعي بمختلف درجاته واتجاهده ده بالنسبة للفكر الرأس المجتمع الرأس مالي يبقى المجتمع الرأس مالي هيبقى فيه صراع اجتماعي طب هل المجتمع بقى الاشتراكي هل مش هيبقى فيه صراع اجتماعي هل مش هيبقى فيه مشكلات اجتماعية لا طبعا برضو هيبقى فيه مشكلات اجتماعية نتيجة للنظر المتساوية نتيجة أنه هو مجتمع الطبقة الواحدة أو بنسمي المجتمع اللا طبقي لأن الناس بطبيعتهم غير متساويين وبالتالي الطموحين والمتميزين هيصيروا الصراعات من جانبهم وبيدخل تحت عدم عدالة التوزيع عدم عدالتها في كثير من أوجه الحياة التمعية زي توزيع المرافق والخدمات بأنواحها زي مثلا الحواضر والمدن الكبيرة بتحظى بالنصيب الكبير من مؤسسات الخدمات لأسباب غالبيتها السياسية بينما يظل الريف كما مهملا حتى في المناطق الحضرية والمدن بتتمتع الأحياء الرقية بما لا تتمتع به الأحياء العادية كل هذه المفارقات طبعا بتؤدي إلى أحقاد اجتماعية يكون من نتيجتها حضوص شبوك في البناء الاجتماعي طب من الظروف السياسية برضو من أسباب المشكلات الاجتماعية اللي هي الظروف السياسية في الظروف السياسية المسببة للمشكلات يمكن أن تتركز أساسا في اتجاه نظام الحكم السائد عادل أو غير عادل ديمقراطي أو ديكتاتوري أو مدى سيطرته على مقدرات الأمور في الدولة وتسيرها من عدمه فنظام الحكم في سيطرته العدلة وديمقراطيته وقتحته الفرصة للشورى والمشاركة الشعبية ده بيساعد على خلق المواطن الحر الواعي القادر على البناء بقناعة واقتدار عكس كده نيجي بقى للناحية التانية لو كان نظام الحكم متسيب متخبط بين الاتجاهات والمذاهب متعصب لبعض الاتجاهات ويبتش بالبعض الآخر وبيتخذ من التسلط والديكتاتورية منهجا ده بيعمل على خلق المواطن العبد الممزق الغير قادر على حمل الأسقار وسط هذا المناخ الفوضى والقصري الإكراهي بالتالي لا ينتظر أحد إبداعا ولا حتى تنمية لكن هذا المناخ ذاته قد يعصف بكل جهود التنمية من الآخر عوامل بتؤدي إلى المشكلات الاجتماعية اللي هي العوامل الاجتماعية الثقافية العوامل الاجتماعية الثقافية اللي بتصهم في خلق المشكلات بنوصلها في كثير من الاتجاهات اللي منها أول حاجة اختلاف التنشئة الاجتماعية اختلاف التنشئة الاجتماعية ده ممكن يسير بعض التفككات والمشكلات فمثلا بينشأ الفرد في ظل مناخ أسري معين قد يجد الفرد نفسه داخل إطار متساهل متسامح تقدمي أو قد يجد نفسه في نظام متشدد رجعي بين ده وده بتنشأ بعض المفارقات التي تؤدي إلى اختلاف النظرة إلى الحياة في عمومها الخلاف ده بيفتح الباب للصراعات اللي بتقود بطبيعة الحال إلى بعض التفككات والمشكلات نمرة اتنين من الأوضاع الاجتماعية الثقافية المسببة للمشكلات الاجتماعية اختلاف المستويات التعليمية اختلاف المستويات التعليمية ده بيؤدي إلى اختلاف في وجهات النظر أو اختلاف النظر إلى الأمور فما هو خير وما هو شر ما هو موجب وما هو سالب ما هو مسموح وما هو محزور كل طب ينظر إليه بنظرات متفوتة لكن عموما المتعلم كثيرا ما ينظر إلى المعايير بتساهل ويتهاون فيها أو حتى يصور على بعض الضروب الثقافة التقليدية وبالتالي بيتسع نطاق المسموحات عنده ويحاول أن يضع لها إطارا جديدة أو يحاول أنه يطورها من وجهة نظره عكس الحال بالنسبة للأمي أو غير المتعلم أو حتى المتعلم تعليما بسيطا فهو بيتمسك بالعداد والتقاليد وبيحافظ عليها وبيتمسك بيها وممكن كمان يحارب من أجلها بين بقى التمسك المتزمت والتخلي السائر بتهب رزق الفجوات وتنشأ الصراعات اللي بتقود بالضرورة إلى خلق المشكلة من الأوضاع الاجتماعية الثقافية اللي بتسبب لي المشكلات الاجتماعية اللي هو التضارب والتصارع الثقافي التضارب والتصارع الثقافي بينجم عن الاختلافات في القيم والمصر والمعايير والعداد والتقاليد والأعراف والمعتقدات الدينية والقيم الأخلاقية نتيجة للتبادل والانتشار الثقافي سواء كان ذلك بين ثقافات محلية أو ثقافات أجنبية ثقافات محلية أو ثقافات أجنبية هذا التضارب أو التصارع الثقافي بيأتي من عديد من الأمور اللي منها اختلاف الموجهات والمعطيات الثقافية زي الاختلاف اللي بيتضح في المناطق ذات القوميات أو المزاهب المختلفة زي اللي بيحدث في لبنان زي الميليشيات المتعددة الجمود والتزمت الثقافي أو الانفتاح الثقافي اللامحدود ده بينتج عنه صراعات معلنة ومستترة بين ما هو قديم وما هو حديث اللي بيتضح فيه إطاره صراع الأجيال فكل فئة أو كل جيل بيحاول تأييد أفكار وتثبتها وبطبيعة الحال فإن الفئة أو الجيل لا يوجد طريق أمامه مهداً لكنه يلتقي بالعديد من العقبات اللي بتقطيع على الفكرين المتصارعين معاً عشان يحل محلهم فكر جديد مش شرط إنه هو يمثلي أحد هزين الفكرين لكنه بيبقى خليط منهم إلا اتنين من التضارب والتصارع الثقافي برضو اللي هو التفاوت في سرعة التغيير أو التغير الاجتماعي والثقافي ده بيأتي نتيجة إن أحد جوانب الثقافة بيتفاوت أو بيأتي بتفاوت في سرعة أكبر من أحد الجوانب الأخرى يعني بيتغير بسرعة أكبر من الجانب الآخر يعني الجانب المدي للثقافة بيبقى بسرعة أكبر بيصير بسرعة أكبر من الجانب المعنوي لها يعني بدخل أجهزة حديثة لكن أقلمة الفرد مع هذه الأجهزة بتصير بسرعة أبطأ ده في حد ذاته بيخلق ما يعرف بالهوى الثقافية اللي بتعصف بالتوازن الاجتماعي وتورس بعض المشكلات نجي النمر أربعة من العوامل المسببة لمشكلات الاجتماعية اللي هو من الأوضاع الاجتماعية الثقافية المسببة لمشكلات الاجتماعية اللي هو طب الاجتماع القاسي أو المتساهل عندنا هيبقى فيه مجتمعين مجتمع بيتهاون زو السلطة في وقف الأمور عند حدها يعني مجتمع تاني بتشتد فيه العقوبات يبقى عندنا مجتمعين مجتمع قاسي ومجتمع متساهل في الحالتين هتحصل هزات اجتماعية مؤسرة ففي الوضع الأول اللي هو المجتمع اللي بتشتد فيه العقوبات ده بيمهد الطريق لحق تسلطي ديكتاتوري بيسيطر فيه الفرض على كل الأمور وتظهر مراكز القوة اللي بتتحكم فيه مقدرات الشعب ويتزايد الكابت الذي يؤدي بالضرورة إلى الانفجار لكن في الوضع التاني اللي هو بيتهاون زو السلطة عن وقف الأمور عند حدها أو اللي هو المجتمع المتهاون ده برضو بيتتميع الأمور وتتسيب وتضعف الرقابة ويتوه السواب ويتوه العقاب وتضيع بالتالي كل عن زو الحقوق وحقوقهم وبالتالي في الحالتين هتتدنى أمور الشعب وأحوالهم نمرة خمسة عدم وضوح الأهداف والمعايير عدم وضوح الأهداف والمعايير ده بيعني التخفض لأن الحدود الفصلة بما هو سالب وما هو موجب غير واضحة تماما الصحيح أن الحلال بيّن والحرام بيّن لكن في بينهم أمور مشتبهات لو لم تحسم هذه الأمور المشتبهات في مجتمع من المجتمعات فإن تفسير الثواب والقطع والفضيلة والرزيلة والحسن والقبيع هيكون أمرا فرديا بحتا آخر حاجة عندنا من العوامل المؤدية للمشكلات الاجتماعية اللي هي النزاعات الإنزالية والإنفصالية ممكن يتواجد في مجتمع نزاعات عرقية أو قبلية أو عنصرية أو فئوية أو طوافية أو قومية أو غير ذلك من النزاعات اللي بيتمسك معتنقوها اللي يؤمنوا بأنه لازم يوم ويكون لهم كيان مستقل ومتميز هذه النزاعات في الأغلب بتغلب الأهداف القصيرة المحدودة والخاصة على الأهداف والمصالح البعيدة الكبيرة والعامة وهذه الفئات بتشكل في حد ذاتها جماعات ضغط في المجتمع وتؤثر في صنع قراره ولما كانت كل فئة تتمركز حول ذاتها أصبحت بالتالي هذه الفئات تهدد كيان هذه الدول والمجتمعات تعالوا بقى نتكلم عن الأزمات الاجتماعية إحنا تكلمنا دلوقتي عن المشكلات الاجتماعية وعرفنا إيه هو الفرق بين المشكلة الاجتماعية والمشكلة الشخصية وعرفنا إيه هي أوصاف المشكلات الاجتماعية وعرفنا أنواع المشكلات الاجتماعية وعرفنا إيه العوامل المسببة للمشكلات الاجتماعية تعالوا بقى نشوف في المحاضرة دي الأزمة الاجتماعية الأزمة الاجتماعية هي خلل وعدم توازن في عناصر النظام الاجتماعي في ظل حالات من التوتر والقلق والشعور بالعجز لدى الأفراد وعدم القدرة على إقامة علاقات إنسانية واجتماعية وظهور قيم ومعايير أخلاقية مغيرة للثقافة السائدة هيا دي الأزمات الاجتماعية طيب أشخص الأزمة الاجتماعية إزاي؟ فقال لك تشخيص المشكلات الاجتماعية دا بيبقى في عدة مناهج لتشخيص الأزمات طب هل هو ضروري إن أنا أشخص تشخيص سليم للأزمة عشان أقدر أحلها؟ طبعا لأن التشخيص السليم للأزمات هو مفتاح التعامل معها وبدون التشخيص السليم يصبح التعامل مع الأزمة ارتجالي ويستخدم فيه تشخيص الأزمات عدة مناهج أساسية فإحنا هناخد عندنا سبع مناهج لتشخيص الأزمات اللي هو المنهج الوصف التحليلي نمرة 2 المنهج التاريخي نمرة 3 منهج النظم نمرة 4 المنهج التاريخي نمرة 5 منهج دراسة الحالة نمرة 6 منهج الدراسات المقارنة وآخر منهج عندنا اللي هو المنهج المتكامل في التعامل مع الأزمات وتعالوا نشوف أول منهج عندنا اللي هو المنهج الوصفي التحليلي المنهج الوصفي التحليلي من اسمه بوصف الأزمة أو بحللها يعني بيقوم على تشخيص الأزمة وفقا للمرحلة اللي وصلت ليها وكما هي عليها الآن من حيث تحدد مظاهرها بلامحها العامة والنتائج اللي أفرزتها على الكيان الإداري اللي حصلت فيه هو الكيان الإداري ده يعبار عن إيه؟ عن دولة أو مؤسسة أو شركة أو أسرة يعني في النهاية بينتهي بيه هذا المنهج إن أنا بصد من أثناء وبعرض أبعادها ومظاهرها التي وصلت إليها المنهج التاني اللي هو المنهج التاريخي برضو من اسمه بيقوم هذا المنهج على إن أي أزمة لا تنشأ فجأة ومش وليدة اللحظة ولكنها نتاج تفاعل أسباب وعوامل نشأت قبل ظهور الأزمة تاريخيا وعلى الأساس ده عشان أتعامل مع الأزمة لازم أبني أساسا معرفة كاملة يبقى عندي معرفة كاملة بالماضي التاريخي للأزمة وكيفية تطورها ووفقا لهذا المنهج بقسم الأزمة إلى مراحل تاريخية كل مرحلة بشخصها وهو الصفة وبتتبع العوامل اللي أثرت فيها وتأثرت بها وبالتالي هعرف إيه العوامل البعثة على الأزمة سواء كانت مساعدة أو كانت ناجمة أو كانت ناشئة عنها وكل ده كفيل بإن يوضح للرؤية أمام متخص القرار المنهج التالت ومنهج النصم في تشخيص الأزمات منهج النصم ده بيقوم على إن هناك مجموع من الأجزاء أو الأقسام اللي بتعمل مع بعضها البعض في توافق وتناسق وتؤدي مجموعة من العمليات المتكاملة عشان تحقق لي هدف أو مجموعة من الأهداف ينظر للأزمة من خلال منهج النظم على إنه نظام متكامل يحتوي على أربع عناصر أو أجزاء أول حاجة مدخلات الأزمة مدخلات الأزمة تحديد المدخلات ومعرفتها بيساعد بشكل كامل في تحديد أين تقع بواعس الأزمة أو أين تكمن مواطن الضعف والقصور في هذا النظام فقد تكون الأزمة ناجمة عن نقص أحد هذه المدخلات أو تكون نجمة عن وجود مجموعة مدخلات غير مرهوبة في نظام الأزمة أو لا تتناسب مع إمكانيات التشغيل في النظام ثاني عنصر اللي هو نظام تشغيل الأزمة نظام تشغيل الأزمة ده بيمثل العمليات والأنشطة اللي بيتم إجراءها على مجموعة مدخلات النظام تبقى لقواعد وإجراءات محددة حتى تفرز نتائجها وحتى يخرج إلى وجود منتج النظام التشغيلة زي مثلا لما أجي أقول أن المدخلات هي المواد والأفراد والبيانات باجي أشغل البيانات عشان تطلع لي معلومات يبقى شغلت البيانات ده هو ده نظام التشغيل شغلت الأفراد يعني أجرت عليهم برنامج تدريبه معين عشان أحصل منهم على فرض مؤهل بإمكانيات معين وهكذا لنظام التشغيل الخاص بالأزمة تغبيع حركية ديناميكية حكمة فمثلا قصور المدخلات لا يكفي بزاده لإيجاد الأزمة ولكن لابد أن يكون هناك تفاعل لاستخدام هذا القصور من أجل تشكيل نظام الأزمة بل قد يكون هناك خلل ما في نظام التشغيل ذاته أدى إلى إفراس الأزمة ووجودها العنصر الثالث اللي هو مقرجات نظام التشغيل ده بيعبر عن ما أفرزه نظام الأزمة من نتائج وأثار ومظاهر أم كان الإحساس بها يعني المدخلات اللي أجرين عليها عمليات تشغيلية قرجت لنا مقرجات معينة دي بسميها مقرجات نظام التشغيل آخر عنصر عندنا من عناصر النظام اللي هو التغذية المرتدة التغذية المرتدة دي دي عملية رقابية وقائية يوجدها النظام التشغيل عشان يتأكد من إن كل عملياته تتم وفقا لما هو محدد ومطابق لما هو مستهدف وبيكتشف من خلاله أي إنحراف وبالتالي بيعالجه رابع منهج عندنا اللي هو المنهج البيئي برضو المنهج البيئي ده من اسمه بيقول إن أي أزمة هي وليدة البيئة اللي نشأت منها وفيها وتفاعلت معاها وبالتالي يقوم هذا المنهج عند تشغيل أي أزمة من الأزمات بتحليل القوة البيئية المؤثرة في صنع الأزمة وفي نموها واستفحالها واشتدادها وبالتالي يتم تشخيص دقيق العناصر القوة البيئية اللي أحدثتها الأزمة وحاطت بها وبعد هذا التشخيص يتم تصنيف هذه العناصر إلى سلاسة أنواع أول حاجة العناصر المستقلة المؤثرة على نمو واتجاه سير الأزمة نمرة اثنين العناصر المتأثرة بالأزمة والتي تستجيب لضغطها نمرة ثلاثة المحددات التي تمارس تأثيرها على العناصر السبق إبه في عندنا عناصر مؤثرة وعناصر متأثرة ومحددات تمارس تأثيرها على العناصر المؤثرة والمتأثرة ومن خلال هذا التصنيف يمكن لمتخذ القرار تشخيص الأزمة ومن خلال تصنيف هذه القوة إلى سلاسة مجموعات إياه المجموعة الأولى قوة بيئية يمكن التحكم فيها بالكامل ومن ثم السيطرة على اتجاهها وقوة عنفها ومصرها المجموعة الثانية قوة بيئية لا يمكن التحكم فيها أو السيطرة عليها أو على اتجاهها المجموعة الثالثة قوة بيئية لا يمكن التحكم في قوة عنفها ولكن يمكن توجيهها والسيطرة على اتجاهها بشكل معين وبالتالي ممكن نستخدم القوة الخاصة بالمجموعة الأولى والقوة الخاصة بالمجموعة الثالثة بالتأثير على القوة الخاصة بالمجموعة الثانية ومن ثم الحد من خطورة الأزمة نمرة خمسة أو المنهج الخامس اللي هو منهج دراسة الحالة لتشخيص الأزمة بيعتمد المنهج دي على دراسة كل أزمة على حدة هو من اسمه كده دراسة الحالة يعني بيدرس كل أزمة على إنها حالة منفردة ليست لها مسيل حيث يتم دراسة الأزمة من عدة جوانب هي أول حاجة حجم الأزمة اللي وصلت إليه وهم وما يطلق عليه حجم الظاهرة الأزموية أو النتائج اللي أفرزتها نمرة اتنين المناخ العام اللي أحاط بالأزمة منذ مولدها حتى هذه اللحظة كل ده بيتكلم عن أزمة معينة نمرة تلاتة العوامل أو الأسباب الكامنة التي أدت إلى هذه الأزمة المنهج هو دراسة الحالة بيساعد على رسم طريق لمعالجة الأزمة والوصول بها إلى قرارات أكثر موضوعية ليه بقى؟ عشان متخذ القرار في هذه الحالة بيدرس الموقف والأسباب والعوامل الخاصة بالأزمة كل أزمة على حدة فبالتالي بيقدر يعرف كل ما هو خاص بالأزمة لكن بيعيب هذه الطريقة إن أنا صعبة علي أن أنا أعمم النتائج اللي هوصل إليها من دراسة الحالة لأن الأسلوب العلمي عشان أعمم النتائج اللي أنا وصلت إليها لتجربة معينة لازم تكون العينة اللي أنا أخدتها ممثلة للمجتمع طب أنا درست حالة واحدة بس ما أقدرش أعمم نتائجها على الأزمات الأخرى ليه؟ لأن الأزمة دي مرتبطة بخصائص فردية وفريدة لا تتوفر في كل أزمة المنهج اللي بعد كده اللي هو منهج الدراسات المقارنة لتشخيص الأزمات من اسمه دراسات مقارنة يعني هفارن الأزمات بينها وبين بعضها يبقى هقارن أو هدرس الأزمات اللي تمت في الماضي وهقارنها بالأزمات اللي نواجهها في الحاضر ومن ثم من خلال الدراسة المقارنة يتبين أوجه الاتفاق وأوجه الاختلاف ومن ثم يتم تجربة استخدام العلاج اللي اتفق ونجح فيه ونجح في الماضي واستحداث علاج فيه مختلف في الحاضر أساس المقارنة وفقا لهذا المنهج يكون أحد الأسس التالية أول حاجة أساس مقارنة تاريخية يعني أزمة حصلت في تاريخ معين أو في زمن معين أقارنها بأزمة حصلت في زمن تاني أو هتكون الأزمة جغرافية أزمة أقارن أزمة حصلت في مكان معين بأزمة حصلت في مكان آخر أو أساس المقارنة يكون نشاطية يعني أزمة متصلة بنشاط معين أقارنها بأزمة حصلت في مكان آخر أو يكون الأساس المقارنة هو آخر منهج عندنا اللي هو منهج الدراسات المتكاملة لتشريص الأزمات ليه بنسميه منهج دراسات متكاملة لأنه بيستخدم جميع المناهج السابقة فهو بيصف ويشخص الحالة المعروضة لوصلت إليها الأزمة وهو منهج وصفي تحليلي بيتتبعها تاريخيا منهج تاريخي ويدرسها في دوق الدراسات المقارنة منهج دراسات المقارنة التي تمت في الماضي وفي البلاد الأخرى وفوق كل هذه يضيف إليها دراسة الأزمة كنظام اللي هو مدخل النظام عشان كده بسميه منهج الدراسات المتكاملة لأنه بيستخدم جميع المناهج السابقة في تشخيص الأزمة ومن هنا فإن تشخيص الأزمة يقوم على سلاس رؤى أساسية هي رؤية عميقة ضاربة الجزور في أعماق ماد الأزمة اللي هو المنهج التاريخي لمعرفة أسباب مشوءها والعوامل الباعثة لها والمؤيدة والحافزة لها خلال مراحل تطورها واشتدادها بيه رؤية واسعة تحيط بالمناخ المحيط بالأزمة والمدى اللي وصلت إليه في الحاضر والقوة والعناصر المؤيدة لها والقوة والعناصر المعارضة لها وتلك المحايدة التي تنتظر وتترقب جيم رؤية استشرافية ممتدة إلى الأمام أو إلى المستقبل وإنها بتتوقع إليها تحدث إليها يحدث من تطورات في الأزمة وإيه هي المخاطر إليها تحدث إذا استمرت هذه الأزمة ومن كل هذا يتم تشخيص الأزمة وتوفير المعلومات الكاملة والتحصيلية والشاملة والمتعمقة والحديثة والمطربتة والصحيحة والصادقة ووضعها أمامه اتخذ القرار أو مدير الأزمة عشان يتمكن مينة اتخاذ القرار المناسب للتعامل مع الأزمة وبكده يبقى احنا قلصنا منهج المدخل الاجتماعي بتراسة الأزمات وهو ده المقرر عليكم وبالتوفيق النجاح إن شاء الله اشتركوا في القناة